أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السانيورا أن موقف تيار المستقبل واضح وصريح بأنه ضد أي عمل عسكري إسرائيلي معاد على الأراضي العربية وفي معرض تعليقه على عملية حزب الله في جنوب لبنان شدد خلال ندوة صحفية على هامش استقباله وفودا من صيدة على ضرورة التبصر في هذه المرحلة بقدر عال كبير من الحكمة والعودة إلى احترام القرار 1701 وعدم محاولة إيجاد أعذار وتبريرات تجر لبنان إلى مواقع ليس بقدراتنا ضبطها ولا التحكم في تداعياتها لا يجوز ولا نقر ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يقوم فريق من اللبنانيين باتخاذ القرارات وإجراء التصرفات التي تؤدي إلى توريط لبنان بأسره بمعزل عن مؤسساته الدستورية وحكومته ومجلس النيابي وأيضا من خارج الإجماع اللبناني وعن حوار المستقبل حزب الله أشار سانيورا إلى واجب خفض مستويات الاحتقان في البلد دخلنا للحوار بداية لأننا نعتقد أن هذا هو الأسلوب الصحيح والحقيقي والوحيد أمام اللبنانيين ولا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة إذا لم نتواصل مع بعضنا بعضا ولكن نحن نقول بهذا الأمر مع إقرارنا بأن هناك مجموعة أساسية وكبيرة من القضايا والمسائل التي نختلف عليها واستطبع السانيورا كلامه عن الحوار بضرورة التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وكانت له جولة ميدانية مع فعاليات المدينة داخل الصيد القديمة والسوق التجاري وعدد من المؤسسات التنموية